بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نتحدث عن this this اللي موجودة في jQuery وموجودة في object وموجودة في JavaScript عامة في object ما هو this؟ راح نشرح this بتفصيل عن استخداماتها وكيف تستخدم ولماذا تستخدم في مكتبة jQuery عامة تعالوا نجي إلى المحرر راح أبدأ function أو قبل أبدأ function خلونا نقول مثلا عندي h1 h1 راح أقول مثلا javascript راح أجي أعمل h1 ثاني راح أكتفي مثلا jQuery راح أعمل أقول له doom مثلا راح أقول له مثلا ajax طيب لاحظ معي رفروا يشكلهم h1 طبعا javascript jQuery doom ajax جميل الآن فلنفرض إذا ضغطنا على h1 نبيه يخطفي العنصر جميل تعالوا ليجي نقول نجهز function نستعد في المحاضرة القادمة بإذن الله راح نتحدث عن متى نستخدم script في الأعلى ومتى نستخدمها في الأسفل ومتى نستخدمها بين الوسوم بإذن الله طيب بس خلونا الآن نوضح this تعالوا راح أجي راح أقول مثلا عنده الضغط على من؟ على h1 نحن لابنحدد التاج اللي هو h1 لما يضغط عليه يبدأ في الاختفاء جميل click function راح نقول لنجهز function نقول لمثلا سوي hide عملية hide على h1 h1 خلونا نقول slow بطيء بشكل بطيء refresh خلونا أضغط على أي h1 من اللي موجودين هنا عساس نوضح this راح نقول بهذا الشكل لحنا لاحظنا كلهم اختفوا لأن أنا اللي طلبته من jQuery هو أخفاق كل h1 طيب أنا قلت له عندما يضغط على h1 يبدأ في الاختفاء لاحظت معي أنا في بعض المحاضرات اللي فاتت كنت أستخدم this يعني أقول this بهذا الشكل this hide هنا لما قلت this this تعني العنصر المختار أنا الآن اخترت هنا هذا function هذه كلها على بعضها تعتبر function وظيفة أنا قمت فيها طبعا خلاف الوظائف الداخلية مثل click hide والمخلاف أنا قاعدت أكلم عن function كامل اللي هو التالي خلونا بس أعساس نبعدها عن code الاستعداد طيب this لما أقول this هي تعادل التالي اللي أنا استخدمته في الأول لا تضع لي this من هنا بهذا الشكل خاطئ طيب لابد يكون الوسم الرئيسي هنا اللي أنت راح تختاره selector الأساسي إذن this تعني selector الأساسي تعني main selector لكن بالإضافة لذلك plus هي مو فقط تعني main selector هي الأساسية وظيفتها الأساسية هي تعني main selector لكن الوظيفة الأخرى اللي علشانها أنشئ this هي مكان اللي أنا أضغطه غابا قليل لما أنا قلت له H1 لاحظ معي وضغطت على واحدة من ال H1 اللي موجودين عندي الوسوم اللي موجودين عندي أي صار كلهم اختفوا لما أقول this this هنا أعني لما أعنيت this إحنا أعنينا نفس ما اتفقنا ال H1 جميل لكن في نفس الوقت أن this تعني ال H1 اللي أنا ضغطته فعليا أو المكان اللي أنا قمت عليه عساسي نفذ لي هذا الحدث كامل اللي أنا قمت عليه عساسي نفذ لي هذا الفنكشن كامل أنا ضغطت معروف أن في H1 أربعة موجودين واحدة ثلاثة أربعة جميل الأربعة H1 ما راح يعملون إذا استخدمت this this هنا تعني فقط اللي أنا أضغطه من بين إن شاء الله لك عندي عشرين H1 بالوذيغة فقط اللي أنا أضغطه من H1 اللي موجود عندي في الوذيغة هو اللي راح يتم عليه هذه الخطوة لما أكتب this إذا لما أقول this this تعني main selector المستخدم اللي هو التالي بالإضافة إلى ذلك تعني do function for him أي بمعنى فقط اللي أنا راح أقوم في ضغطه يعني الآن لما استخدم this مثلا خلوني قبل غليل يوم ضغطت على واحدة منهم كلهم اختفوا الآن لما أضغط فقط على ajax إيجلي صار فقط ajax اللي اختفت لما أضغط على jquery فقط اللي jquery اختفت أتمنى وضحة فكرة this لما نستخدمها داخل function إذا لما استخدم this أنا عانيت مو فقط أني قاعد أستخدم h1 لا أنا عانيت أيضا اللي أنا أضغطه فعليا مهما كان عدد الh1 اللي عندي خلاف لما أقول له فقط h1 بهذه الطريقة معناتها كل الh1 يختفي إذا هذا هو this this يعني main selector اللي أنا مستخدمه أو root selector في function وأيضا do function for him أعمل function فقط لللي أنا this لللي أنا قمت عليه أنا فعلا this عبرتلي عن h1 لكن أيضا تعبر لي عن أن هذه الوظيفة لم تتم إلا على this كأني لما أقول مثلا this اللي أنا بي أضغطه مثلا this اللي راح أضغطها هذه اللي راح أضغطها لا هذه اللي راح أضغطها وبهذا الشكل هذه فكرة this وبإذن الله سهلا ما فيها أي صعوبة أنا راح نستخدمها بكثرة في محاضرات الغادمة آآ راح نتحدث في المحاضرة يعني اللي قادمة عن كيفية لماذا تستخدم script في البداية أو بين البادي هنا أو تحت وسم معين أو آخر المستند بإذن الله إلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته